يلا يا حبيبي امسك القلم كويس كده و اكتب يلا وراي على السطر اللي بشقول لك عليه ده واحد بس انا مش عارف امسك القلم يا ماما يا حبيبي انا علمتك تمسك القلم ازاي امسك يلا القلم يلا ها اكتب يلا بقى واحد واحد ايوا يلا لما نروح الحضانة ونقدم لك ويسألك اسمك ايتم ايل ايه عمر سامع؟ ايوا يا ماما عمر ايوا كده يا حبيبي شاصر برافو عليك هم يسألك عندك كم اخت تقول لهم ايه؟ عندي اثنين اثنين دول يا مامي صح؟ ايوا يا حبيبي رفو عليك شاطر ممكن يا مامي تبتجي بيلي حاجة حلوة معك بكرة واحنا رايحين للحضانة ماما ماما انا مش لقي القميز بتاعي فين سوفوا يا حبيبي في الدرج الاولاني في القضاء بتاعتك عايزك تتلع شاطر كده زي اخواتك خلاص كده بقى يا ماما مزاكر خلينا نقوم بقى يا ماما ماما نجعنا يا ماما بقى مش هتقوم تعمل لنا ناكل خاضر يا حبيبتي هدخل المطبق حالا انا لسه والله مخلاص الوقت مع اخوك هدخل مطبق اهو يا حبيبي يلا استعالنا عشاء بالله اعمل لكم بقى بطاطس مسلوقة واعمل لكم معها ايه؟ ايه بكاتب المشروم ماما محمد مش راضي يديني الطبق اللي معاه وهو بتاعي وانا كنت وعده من انبارح والله يا محمد يا محمد ادد اخوك يا حبيبي الطبق اللي كان في يده دا والنبي وريحني انا مش فاضر يا حبيبي وراي اكل عايزة خلص الاكل قبل بابوك ما ييجي يلا يا حبيبي روح يلا هو هديك التوقع يلا يا بابا معتش تجلي تاني والنبي ابو سيدك انا مش فاضر هيا حاخلص الغداء والموعين اللي وراي دي خراب الازرع مل كل حاجة في البيت حتى قط النوم ما ينفعش حد يرتبها ببا كل واحد يقوم يا ولاد من قط النوم بتاعتي وينضافها وينرتبها حرام عليك انا معدتش قادر هنهعمل ايه ولا ايه؟ يا ربا حتى الشربات حتى الشربات مش عارفين يجوزوها كلا اوه ويعاملوها كرة ويعنوها كل شوية يعودوا لفين الشرب اللازل افين الشرب اللباب افين الشرب اللحمة حرام عليكم او انا عندكم 500 ايه ايه دا مونة انت جيت امتى يا بنت ومحدش قالي ولا اسمان صوت جرز الباب ومين اللي فتحلك؟ انا يا ماما اللي فتحت لها مش تجي تقولي يا ولاد ان طنت مونة جت عشان ينزل يابني من فوق هرامى عليك يابني ما تلاقيش هو قاعد يسليني وقاعد يحكيلي بقى له نوط ساعة عن الواحد اللي هو قاعد يكتبه معاك مغلبني والله يا اختي مغلبني انا زوتي زوتي من عشتي طول اليوم عمالك احرط من المطبخ للقط النوم للانتريل للصالة تعبت والله العظم عدت قادرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لجيت في وقت ولا ايه مش مناسب طبعا متى هتخليكوا عدم براحيتك بو انا داخل قط النوم بتاعتي انا هستأذن بقى يا حبيبتي وانزل احسن جوز الجهة اما يبقى ينزل بقى اخر نهرة بقعد عليك تاني يلا باي انت ياولية فين تليفونك انا عمال هتصل بيك بقى لكتر من خمس مرات عشان اقولك اجيب ايه وانا جاي من تحت وعمالها رنة 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 فيش حد بفكو بيرد ابدا انت فين تليفونك هتلاقيني كنت وقفة في المطبخ يعني انا هكون بعمل ايه يعني يعني انت جيت لقيتني قاعدة بلعب مثلا مهزر انا كنت قاعدة يعني كانت لسه الست جاي حتى لما كنتش عارف انها جات انا عرفت بالصدفة لما نزلت تحت الانترير عشان اروقه وانت يا اختي وراك حاجة غير انك تظلق قاعدة على الموبايل ليل ونهار وكل ما اتصل بك ودي مش اول مرة اتصل بك وما ترضيش كل مرة اتصل بك وما ترضيش معيني شايفك اونلاين قاعدة على الفيس يا شخي اتقل لا انا قاعدة على الفيس ليل ونهار وانلاين الوقت على الفيس لابدنا كان لسه واخد من الموبايل واقاعد عليه انا ما قاعدت على الفيس ولا زيفت ولا فاضي اصلا اقاعد عليه اصلا طب يا اختي امو السنان انت انت بتعرف ترد زي الفل اوي خلصت لنا اقت الغداء ولا لسه ايوه يا سيدي خلصت وديها ويكون حطهولك على الصفرة حالة اسلم ايدك يا حبيبتي الاكل كان جميل خالص ماشي يا سيدي شكرا الفهنة على قلبك بابا انا جال استدعاء ولي الامر والورقة هو معاك طب بقى مين فيكو هيجي لبكرة المدرسة يبقى اكيد عملت مصيبة في المدرسة ما مش هتطلب علي الامر اذا كنت عملت مصيبة قول يا اخوي عملت ايه بص يا بابا هم بيستقصدون يا بابا هم اللي بيستقصديني وغوييني دايقوني طب اروحي معا بكرة بقى المدرسة عشان انا مش فاضي بكرة سلام عليكم انا والدة الطالب احمد لو سمحتم مكني اعرف في سبب استدعاء ولي الامر في الجواب اللي معايا دا بصراحة ابنك مش محترم خالص والي للأدب ولتصانه طويل على المدرسين بتوعه دا غير ان هو بيعد يعمل فيهم مقالب مايصحش انها تتعمل في المدرسين لازم يتعلم ازاي يتعامل مع المدرسين بتوعه او يا كلمة اللقر ما جيلك البيت ماوريتك؟ قررتنك ادهو في المدرسة وخليتي ليس هو ماسوش يكلموني بالطريقة دي؟ حضرتك عارفة ان الاولاد في السن ال 14 15 سنة دول بيبقوا صعبين شوية فمعلش يعني استحمله شوية وانا ان شاء الله بإذن الله هقول لبابا وخليه عجبه عقاب صعب جدا فمعلش بس نعتذر المرات ومش هيحصل منه الكلام دا تاني والله افكر واشوف المدرسين بتوعه اول هيقوله ايه لانه هم اللي زعلنين جدا من تصرفاته شكرا جدا لحضرتك شكرا اعمل ايه بس يا رب انا تعيبته والله العظيم طول اليوم في البيت عملة من غسيل لكوي لزعائف العيال اللي مزاكرة معاهم لودي النادي وفي الاخر ولا يجيله استدعاء ويخلي اللي اسوه ما اسوهش يسمعني كلام ما احبش اسمعه وياليت حتى ابوهم بيجي ويقول لي كي المكويسة ولا بيجبر خطر الواحد ويقول له شكرا على المجود اللي بيعمله في البيت اللي دايما يقول لي ما انت منتش فاضي اه انت قاعد على النيت اعمل ايه بس يا رب تعيبت والله تعيبت والاكيد ان دا مش حال الواحدة اكيد دا حال كل الامهات اللي بتتفرج علي دلوقتي اشتركوا في القناة